علشان نبقى نحن نحل شيء ما الأول نعرف المشكلة اتنين نصنف المشكلة تلاتة أصل المشكلة أربع أوجه الحل وصولا إلى الخلاصات تعالوا بروح لدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي ومدير مركز القياس والتقويم التربية في كلية الدراسات العليا للتربية بجمهة القيارة ازاك يا دكتور؟ ازاك يا دكتور؟ عامل ايه؟ اهلا بحضتك وكل السيدة المشاهدين اهلا بحضتك بمناهج البحث كده دلوقتي احنا عندنا أزمة كبيرة اسمها دروس الخصوصية وبتتسبب في عبء مالي ضخم جدا على أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم قالوا طيب احنا هنبدأ نشتغل على حل ولو جزء من المشكلة قالوا هي مجمعات الدعم اللي تبدأ تشتغل من بداية الترم التاني السؤال هي المشكلة فين؟ المشكلة في أن العالم تاخد دروس ولا أن العيال ما بتشرح لهاش صح أو ما بتشرح لهاش كفاية المشكلة تبدأ من الكثافة العددية ولا في كفاءة المدرس ولا بقى احنا أولادنا ما عندهمش قدرات إدراكية سليمة ليه بناخد دروس؟ هو أولا أنا بحية حضرتك على التوصيف الدقيق ده حضرتك لمست كتير جدا من جوانب مشكلة الدروس الخصوصية مشكلة الدروس الخصوصية لا تتعلق فقط بوجود كسافات عالية في الفصول وإن كانت هذه هي أحد الأسباب المهمة ولا تتعلق أيضا فقط بثقافة أولياء الأمور أن هما التنافسية الشديدة ومفهوم كليات القمة إلى آخره يعني الأسباب الحقيقة كتيرة جدا لكن حضرتك أشرت لسبب مهم جدا جدا ورئيسي ويمكن هو ده السبب اللي هيخلي الدروس الخصوصية تستمر معنا لفترة أطول المسألة المتعلقة بكفاءة المعلم في تفاوت كبير ما بين السادة المعلمين في المستوى والقدرة على توصيل المعلومة للطالب وبالتالي حتى لو قللنا الكسافات وحتى لو اتخذنا بنينا الكثير من المدارس الكسافة العددية في الفصول بقت قليلة إلا أنه يبقى عندنا السبب الرئيسي والجوهري وأن فيه تفاوت كبير بين مستويات المعلمين مش في المادة العلمية ممكن يكون التفاوت في إتقانهم للمادة العلمية بسيط لكن توصيل المعلومة للطالب دي أهم نقطة وهي دي اللي الطالب بيسعى أنه هو يلطحك بالدروس الخصوصية عشان يحصل عليها كيفية فاهم الطالب للمعلومة قبل ما ناس تقول لنا لأ هي متعلقة بالكسافة يا فندم فيه ناس بتدي دروس في قاعد سينما بيأجر قاعد سيمة يدي فيها درس ارمي الإبرة ترين وبعدين عنده قدرة على الشرح ويصل المعلومة فالقصة مش في الكسافة وبس عشان الناس ما تقولش لا أصلا لو بس ادينه فرصته عارف لو بيدرس لعشرين هتلاقيه نبرة واحدة لا بالضبط فإذا هي المشكلة مش في الكسافة فعلا زي ما حدك قلت أو الكسافة مش هي السبب الرئيسي والأساسي وإنما السبب الرئيسي والأساسي أن المعلم ده بيدل الطالب إيه لو الطالب لو قلنا أن الطالب بيسعى للمعرفة والتعلم بعض المعلمين بيكون عندهم القدرة على أنه هو يعلم الطالب أو يوصله المعلومة بطريقة مميزة عن بقية زملائه فيه نقطة تانية الطالب مش بيروح بس الدروس الخصوصية عشان يتعلم لا فيه ساعات بيروح الدروس الخصوصية علشان يعرف استراتيجيات معينة تساعده على أنه يجيب الدرجة النهائية في المادة ممكن يكون مستوى ضعيف جدا في المادة وما تعلمش تعلم حقيقي للمحتوى المعلم ده بيدرسه ولكن عرف إزاي لما يدخل اللجنة يعرف يجمع درجات فدي توجهات الطلاب ليه بيروحوا الدروس الخصوصية بيروحوا عشان كده